يا أهلا بكم متى نأخذ الفروخ لإطعامها وتأكيلها تأكيلا يدويا يعني متى يتم فصل الفرخ عن أمه طبعا إحنا بنتكلم أن فصل الفروخ وأخذ الفروخ مرة واحدة بيسبب صدمة كبيرة جدا للأبوين وممكن بعض الطيور تتوقف تماما بعد ذلك على الإنتاج لأنها ستشعر أن المكان ليس آمن ولذلك يجب التعامل مع هذا الأمر بحذر وأخذ الطيور يعني خذ الطيور في سن 17 يوم 20 يوم يعني كلما الطائر يكبر كلما الوالدين يبدأوا يقللوا في التعلق بالطائر ويعني أنصحك أن أنت في أول مرة أن أنت ما تاخدش كل الفروخ يعني مثلا معاك مثلا 3 أو 4 خذ مثلا 3 و 6 فرد بحيث أن الطائر أو الأبوين يحسوا بالأمان ويقوموا بإطعام هذا الفرد فما يحسوش بصدمة أن العصافير كلها اتخذت من تعلقهم